اهلا بكم مشاهدين الكرام جولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية البداية بالصحف المحلية ونطالع من صحيفة الجمهورية الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية السيسي تطوير الاضرحة بشكل متكامل يتناغم مع طابع التاريخي والروحانية الالتقاء الشامل بالخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الاضرحة اكبر قدر من التوسعات الهندسية في اطار خطة تطوير المحور والطرق الحيوية ومن الاخبار رئيس الوزراء يبحث سبل استفادة المواطنين من الاتثمار في البورصة القوات المسلحة تحتفل بذكرى العاشر من رمضان امتحنت النقل بعد العيد ووزير التعليم يعرضه هستيريا اليوتيوب وصنعة الكذب وزير المالية يدعو الى رؤية افريقية موحدة في قضايا تغير المناخ ومن اليوم السابع سيناء تودع صوت الرصاص وتستقبل الاهالي العائدين الى منازلهم عودة الحياة للقرى المتروكة بسبب الارهاب والاهالي ابطال الجيش الثاني الميداني مقاتلون من طراز قاص درع وسيف وادوات للتعمير والبناء الصحة تحذر من التهون في الاجراءات الاحترازية للحفاظ على انخفاض الاصابات حسام عبدالغفار ما يقرب من اثنين وثلاثين مليون شخص حصلوا على جرعتين من اللقاحة واثنين مليون تناولوا الجرعة التنشطية ومن الاهرام مدبولي خطة طموحة لجذب الاثثمار الشيوخ يوافق نهائيا على التأمين الموحد الاتحاد الاوروبي مصر تستطيع قيادة المنطقة في الطاقة المتجددة وزيرة تضامن سبعين مليار دولار خسائر الارهاب عالميا اتحاد الكرة يحسم هوية المدير الفنية للمنتخب اليوم وننتقل الى الصحفة العربية والبداية من الشرق الاوسط معركة شرق اوكرانيا تقترب والوساطة النمسوية تتعثر اتهمات فلسطينية لاسرائيل بالتصعيد والقتل جروندنبيرج في صنعاء لتثبيت الهدنة انقسام حاد في كردستان العراق حول انتخابات برلمان الاقليم مصر تطلق فعاليات القاهرة عاصمة لثقافة الاسلامية ومن صحيفة الاتحاد الاماراتية مخاوف في اليمن من محاولات الحوثي افشال الهدنة ارهاب الميليشيات يكبر ثلاثين الف مدني على النسوح تزايد الدعوات لحل البرلمان العراقية وترجحات ببقاء الكاظم رئيسا للحكومة خمسة زايد خمسة تحذر من عودة ليبيا للانقسام دبيبا يدعو اللجنة العسكرية المشتركة للابتعاد على المناكفات السياسية ومن صحيفة اللواء اللبنانية ازمة قمحة تنغص على اللبنانيين فرصة تعافي العلاقات اللبنانية الخليجية السفير السعودي وليد بكاري يجدد دعم لبنان بالشراكة مع فرنسا والتشكيلات الدبلوماسية تعود الى الواكهة الاحتلال الاسرائيلي صعد اليوم الثالث ويعتقل العشرات خلال مدهمات في نابلس ومن الدستور الاردنية اربعة شهداء خلال 24 ساعة وتصعد المواجهات مع الاحتلال بالضفة بينهم عشرة في جنان واربعين شهيدا بالضفة والداخل منذ بداية عام 2022 خمس عشر دولة اوروبية تطلب بسرعة تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية روسيا العملية العسكرية في اوكرانيا تهدف لانهاء هيمنة امريكا عالميا فنلندا والسويد تستعدان للانضمام للناتو بحلول الصيف ونتحول الى ابرز مجائب الصحف العالمية والبداية من واشنطن بوسط الامريكية اوكرانيا تستعد لهجوم روسي جديد من جهة الشرق معلومات استخداراتية امريكية تشير الى تحركات عسكرية روسية ساوبا ايزوم البلدة الاستراتيجية التي قد تصبح نقطة انطلاق هجمات روسية جديدة على المدن الاخرى وكتبت ايضا فلادالفيا اول مدينة امريكية كبرى تعيد ارتداء الكمامات هذا الربيع بعد ارتفاع نسب الاصابات بكورونا ونبقى مع الصحف الامريكية ومن نيويورك تايمز خبراء للصحيفة المعركة الكبيرة القادمة في شرق اوكرانيا ومن المرجح انها ستبدو مختلفة تماما عما سبق بايدن يبحث او يحث رئيس وزراء الهند على عدم الاعتماد بشكل متزايد على النفط والغاز الروسية رغم ضعف الاقبال على التصويت الناخبون في المكسيك يعيدون الرئيس للبقاء في منصبه بفوز صاحق عبر استفتاء وإلى صحيفة الجاردين البريطانية الغرب يحقق في مزاعم استخدام اسلحة كيميائية في ماريوبول وآخر وآخر المشاة البحرية يدافعون عن المدينة مع نفاذ الضخيرة ويقولون نواجه الموت والأسر مع استمرار الهجوم الروسية السويد وفنلندا يمضيان قدما على طريق الانضمام إلى الناتو البرلمان الباكستاني انتخب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء ومن لموند الفرنسية قبل انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ماكرون وليوبان بين استراتيجيتين مختلفتين ومنافسة الرئيس الفرنسية تريد أن تجعل من الاغتراع استفتاء ضده في ألمانيا الحكومة تنقسم على نفسها حول مسألة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا والمستشار شولتس لا يزال يرفض أعطاء الضوء الأخضر ومن أبرز التصرحات التي جاءت في صحف اليوم من الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تدوينه في مواقع التواصل الاجتماعية انتصارات العشر من رمضان تذكرنا بأسمى معاني الفتاء وبذي كل ما هو غالي من أجل رفعة ورخاء الوطن ومن صحيفة الاتحاد الإماراتية رئيس مجلس السيادة الانتقالية في السودان الفريق الركن عبدالفتاح البرهان ضرورة تبني الدبلوماسية لأحلال السلام والاستقرار بالسودان ومن الجاردين البريطانية الرئيس الأوكرانية الروس يستعدون لمرحلة جديدة من العضوان على أوكرانيا ونأخذ الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية على محمل الجد وبعيدا عن السياسة نقرأ من صحيفة الخليج حجر يقوت ب120 مليون دولار يظهر في دبي أعلنت شركة لإدارة أصول الأحجار الكريمة عن إطلاقها لمجموعة حصرية في الإمارات والتي ستكشف النقاب عنها خلال يوم واحد والتي ستكشف النقاب خلالها عن واحد من أكبر أحجار اليقوت الأحمر الطبيعية في العالم بحجم يقترب من ثمانية ونصف قرات وتقدر قيمته بأكثر من 120 مليون دولار ستطرح الجوهرة في مزاد علنية عقب انتهاء شهر رمضان المبارك ونتابع من دلميل البريطانية أكد الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة النباتية يميلون إلى أن يكون وزنهم أقل في المتوسط من أولئك الذين يتناولون اللحوم ومنتجات الألبان والبيض إلى جانب ذلك فقد ارتبط استبدال البروتين النباتي بالبروتين الحيواني أيضا بانقفاض معدل الوفيات حيث أن الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم إلى ختم هذه الجولة الصحفية على رأس الساعة نتواصل في مجز جديد لأهم الأنباء في أمان الله اشتركوا في القناة